انا نفسي انتقط لا هو الاهلي ما بيتعرضش لظلم ما بيتعرض لظلم لا وقلت الحاجات اللي تعرض وقلناها على فكرة لا دا ما بيعدش مباراة ايها نتعرض لظلم هو الكرة بتاعة الهاني سليمان اللي مسكها في ماتش سموحة 16 ثانية وده مش ظلم للنادي الاهلي ومشي نادي الاهلي تعادل مع سموحة الاهلي تعادل تلات مباريات الاهلي تعادل تلات مباريات نعم كان فيهم ألعاب كثيرة محل شك واختلاف التقريب ممكن جدا انت تركز عليها وتحطها انا بحاول ابص لنواحي الإجابية والله يا أستاذ جمال ايوه والله بحاول ابص لنواحي الإجابية لا هو كلام لأستاذ جمال يا رئيس يا كابتن يوص دي ان هل الاهلي معنا كده ان احنا بنوك كلايتنبرج الاهلي بتعرض لظلم او ان الاهلي بيجملوا كلايتنبرج بيجملوا يمكن اهلاو زي فانتينيو اذا رأيك سحي انه البعض بيعتقد انه طالما احنا بنقول كده انه ما الكلام ده على فكرة برضو مش احنا اللي بنقوله ده الكلام ده هو الراجل اللي قيله على لسانه يعني هو اللي بيعلن عشان كده حيتحول او خلال الفترة اللي جاية اه بعد الفيديو ده تحديدا كمان ايه الفيديو ده لسه صادر من ساعتين تلاتة للزبط قبل ما نيجي يعني قبل ما نيجي عطول اه حيتعرض يا عب حكيم لحملة كبيرة جدا 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 خلال الفترة القادمة خلي بقى لحضرتك قبل بس ما نتكلم كابتن استمز من قد احنا احنا قد اماما جدا بس بعد نهاية الدور الاول لا انا مش هستمر لنهاية الدور الاول هو الفيديو يا كابتن ان السنة دي مفيش تعمد يعني انتوا تتفرج على المطش اي مطش الاهل فيه ظلم تحكيمي بس انت واسق ان مفيش تعمد هو ده اللي احنا اكدنا عليه برد مفيش تعمد لكن الاهل بتعرض قد اهل زي زي وكل الاندي على فكرة هتلاقي فيه بس مش مقصود زي السنة اللي عدت وله يا بلا لكن انت السنة اللي عدت كنت جيت جامل فالسنة دي بتصرخ من ان فيه عدل بتصرخ لان انت مش عارف تهت الراجل وتكلمه في التليفون لان اوار عليك بتصرخ لان انت مش عارف توصل الراجل اللي انا قلتو في الانترو النهو قلت ده المشكلة كانت ايه كابتن عصام عبد الفتاح كان رئيس اللجنة صح كان رئيس لجنة الحكام كان يحصل اي حاجة يا عصام الكلام اللي حضراتكم عارفينه ده اه فالتاني يعني برضو كابتن عصام شخصية محترمة جدا خلي بعيدا عن الموضوع الرئاس لجنة الحكام هو شخصية محترمة جدا وفيه فرق برضو كابتن كابتن عصام عبد الفتاح كان بيطلع يبرر اخطاء الحكام ايه لكن انا ملاحظ ان كلاتنبرج بيعمل ايه لو هو شايف هو بيحلل بدل ما التحليلات شغالة في كل القنوات هو الراجل بيجي يشوف ايه نقط المسيرة في كل مباراة اللي عليها خلاف ويناقشها ويعلنها من خلال فيديو فده شيء كويس المفروض بقى اتحاد الكرة بصرف النظر عن انه الحكم بيجامل مين وما بيجاملش مين المفروض اتحاد الكرة يحمي رئيس لجنة الحكام اللي هو دايب لا هو السؤال الهام الراجل ده اجنبي يا كابتن طب عليش قبل فضل الراجل ده اجنبي فضل لو جه في لحظة وروح عامل شكوى لتحدى ولكرة القدم طيب حلوة جدا النقطة دي هو اشتكل الاتحاد المصري الاول بالمناسبة ولكن سؤالي لو وحخلي حضراتك أستاذ جمال وبعد كده انت برضه أستاذ عبد الحكيم ترده على هذا الامر السؤال اللي حضراتك بتقوله ده مهم جدا السؤال التاني بقى هليستطيع اتحاد كرة القدم حماية كلاتنبرج هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل أستاذ جمال وأستاذ عبد الحكيم